موسيقى ولا حاجة بعملها اللي مختلفة عن التانية والحمد لله انا بعتبر انه كمان شكل بيتغير حسب الشخصية وتركبت النفسية بتتغير ده فيلم كان المفروض اعمله بقولك بوضوح كان المفروض اعمله من زمان شوية لانه فيلم الهيرو فيلم فيه بطولة كده شعبية وفيه تحدي وفيه حاجة يعني زي ما عبالت في حين ما يصيره دكان شحاته لو تفتكر الافلام دي ده رجوع الافلام اللي من نوعية الاكشن والقول مش من اصعب يعني بس هو فيلم حركي وفيه تدريبات كتير وفيه مجهود كبير وبرضه انا بأكد انه مش لها لوحدي النجوم المشاركة في فيلم كلهم يعني تعبوا تعب رهيب واستعدوا لفترات طويلة للاكشن وده كان اللي هو المختلف شوية فيه انه كان فيه اجانب جابهم المنتج اشتغلوا علينا لفترة طويلة قبل الفيلم واثناء الفيلم وكان كل رسمة كل مشهد بيترسم يعني مبسوط جدا ان انا اشترك فيلم حملة فرعون فيلم مهم جدا بالنسبالي شيء نعم قبينا هو خلاص خاد الصفة العالمية خاد الصبخة العالمية بالفنانين اللي موجودين فيه النهاردة في امريكا بيتكلموا على تايسول الموضوع خلاص يعني خرج من ايدينا الحمد لله رب العالمين ان احنا وصلنا بالفيلم المصري ان كتير جدا من قنوات في امريكا بيتكلموا عن الفيلم وفي انتظار الفيلم وترجمت الفيلم عشان يوصل وهو ده اللي احنا نقوله من زمان ان ازاي فيلم محلي يوصل العالمية الشخصية هي راضي العفريت نشانجي رومانسي انا بقول لكم حاجات جديدة انا ما قلتهاش قبل كده بيحب الفلوس ممكن يشوف ان الفلوس ديها الخلاص من كل مشاكل ومن كل حاجات كتيرة جدا فإيه اللي ممكن انسان زي ده يكون الفلوس كل همه إيه اللي ممكن يرجعه واحنا عيشنا كل الفصول كنا في الشتا يعني انا كنت بزور في لبنان وانا بردان وبعدين رجعت اتحريت في مصر يعني كانت تجربة غريبة كده شوية الفيلم ده بالنسبالي كان سبحان الله هو رزق من ربنا انا النوع اللي عملته في الفيلم ده دي حاجة انا باتمرن عليها بقالي تقريبا 4-5 سنين اه بلعب رياضات صعبة شوية يعني مش معروفة عندنا قوي فكان عندي حلم اللي انا اقدم اللون ده في مصر في السينما فسبحان الله ربنا اداني على دي تعب ولقيت الدور جالي وكانه مكتوب لي يعني بس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة